السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف الأول الإعدادي أهلا وسهلا بكم في حصة من حصص مادة العلوم على منصة البس المباشر بوزارة التربية والتعليم النهاردة موضوع حصتنا هيكون إحنا في الوحدة التالتة التنوع والتكيف الكائنات الحية في الدرس الثاني وآخر جزئية من المنهج وهي بعنوان طرق تكيف الكائنات الحية مع الظروف المختلفة تعالوا نشوف نواتج التعلم في نهاية هذا الدرس بيكون التلميذ قادر على إيه؟ أول حاجة هنفسر سبب إن عندنا أو النباتات مفترسة بتقتنس للحيوانات وهنشوف أو للحشرات وهنشوف إيه السبب اللي هي بتقتنس إيه الحيوانات اتنين هنقارم ما بين البيات الشتوي والخمول الصيفي ثلاثة هنعطي أمثلة على التكيف بالمماتن وهنعرف يعني إيه كلمة المماتن تذكر مع بعض إحنا خدنا أو خدنا جزء من طرق التكيف مع الظروف المختلفة قلنا إن إحنا عندنا تلات طرق أولا اللي هو التكيف لملاءمة تنوع الحركة وخدنا اللي ده موجود في الساديات وتاني نوع من التكيف لملاءمة طبيعة الغذاء وخدنا منه الطيور والنهاردة بنستكمل في النباتات المفترسة وتالت نوع من التكيف لملاءمة بيئة المعيشة وده بيبقى بتمثل أو مثل زي إيه؟ البيات الشتوي والخمول الصيفي وهجرة الطيور والمماتن خدنا أو التكيف لملاءمة طبيعة الغذاء اللي هو التكيف لملاءمة تنوع الغذاء في الطيور وبدأنا نصنف الطيور حسب التحور المناقير والأرجل حسب نوع الغذاء فعندنا طيور بتتغذى على اللحوم زي الطيور الجارحة زي السكر والنس المناقير بتبقى حادة قوية معكوفة يعني إيه معكوفة؟ يعني فيه انسناء للداخل علل للكبد أو لكي تتمكن من تمزيق لحم الفريس طب بالنسبة للأرجل بتكون لها أربع أصابع بتنتهي بمخالب حادة وقوية ثلاث أصابع أمامية والإصبع الرابع اللي هو بيبقى خلفي وبيبقى قابل للإنسناء ليه؟ للإحكام ما نقول علل لإحكام القبضة على الفريس يبقى ده حاجة من جسمها وأقدر أقول أن نوع التكيف هنا تكيف تركي فيه طيور بتتغذى على الديدان والقواقع في المياه الضحلة زي من أبو إردان والهضهض وقلنا أن المياه الضحلة دي اللي هي ما بتبقاش في مساحة من المياه مش أقصر عمكة لا ده هي بتبقى مسطحة بالمفهوم فعندي المناقير بتبقى طويلة ورفيعة وده ليه من قول علل لتساعدها على التقاط الديدان والقواقع من المياه الضحلة عندي الأرجل بتبقى طويلة ورفيعة وبتنتهي بأصابع دقيقة لتساعدها على المشي في المياه الضحلة وهنا التكيف نوعه تكيف تركيب فيه حيوانات بتتغذى فيه تيور بتتغذى على احنا في تصنيف الطيور بتتغذى على التحالب والأسماك وقلنا ان التحالب دي نباتات لا تتميز الى وجود جزور وسيقان وأوراق ودي نباتات يعني بتتغذى على النباتات أو التحالب بقى نقول التحالب الأضط والأسماك زي البط والإوز عندنا المنطير بتاعتها بتبقى عريضة مسننة من الأجنات ليه لتستطيع أو لتساعدة على ترشيح الطعام من الميا يعني ترشيح يعني فصل الأرجل بتبقى موجودة فيها أصابع أو بتنتهي بأصابع مكففة لتساعد ليه لو قال لعلل لتساعدها على العوم في الماء العوم يعني بساعدة انها تعوم وده تكيف تركيب تعالوا بقى ناخد الجزئية النهاردة وهي بعنوان التكيف في النباتات في بعض النباتات بتلجأ إلى افتراس الحشرات أو اقتناص الحشرات لما يقول لي علل تلجأ بعض النباتات إلى اقتناص أو افتراس الحشرات للحصول على المواد البروتينية التي تحتاجها لعدم قدرة جزرها على امتصاص المواد النيتروجينية من الطربة وتسمى هذه النباتات بالنباتات المفترسة اللي هي آكلة الحشرات طب النباتات لما يجع تعرف بقى النباتات المفترسة أو بنقول عليها آكلة الحشرات هي نباتات خضراء زاتية التغذية لا تستطيع جزورها امتصاص المواد النيتروجينية اللازمة لبناء البروتينات. يعني ايه معنى كلمة زاتية التغذية؟ يعني انها بتصنع غذائها بنفسها ما بتعتمدش على. طب ايه بقى انها بمفترسة الحشرات؟ لا لأنها هي عايزة من أو ما بتقدرش تمص المواد النيتروجينية اللي موجودة في التربة فبتاخدها من أجسام مين؟ من أجسام الحشرات علشان تقدر تكون مين؟ المواد البروتينات. عندي سؤال علل. النباتات المفترسة زاتية التغذية. بنقول لأنها تقوم بتصنيع غذائها اللي هي المواد الكربوهيدراتية من النشا والسكريات بنفسها عن طريق القيام بعملية البناء الضوء. يعني عشان كده بنقول انها زاتية التغذية بس بتلجأ الاقتناص مين؟ الحشرات عشان هي عايزة من ايه؟ عايزة منهم حاجة معينة وبتقدرش تاخدها مين؟ من الطرق. ايه الحاجة المعينة دي؟ اللي هي المواد النيتروجينية علشان تصنع مين أو تنتج مين المواد البروتينات. الامثلة للنباتات المفترسة. عندي نبات الديونيا ونبات اسمه الدروسيرة وحمول الماء. النباتات دي بتبقى اسمها نباتات مفترسة أو ما بينك وسين آكلة الحشرات بيبقى في عندها تحور حادث في النبات بتاعها. إنها أو أجزاء من النباتات بتاعتها بتبقى متحورة. فبالله إن هنا تحورت أجزاء من الأوراق النباتات المفترسة. لما يقول لي علل تحورت أجزاء من أوراق النباتات المفترسة. يعني سبب التكيف ايه؟ أو التحور ايه؟ لاقتناص الحشرات وهضمها لامتصاص المواد البروتينية التي تحتاجها. طب نوع التكيف هنا ايه؟ هي حاجة متحورة. يعني حاجة في جسمي يبقى ده تكيف ايه؟ تركي. تعالوا ناخد ثالث نوع من أنواع التكيف اللي هو من طرق التكيف هو تكيئة تكيف لملاءمة بيئة المعيشة. أول حاجة عندنا إحنا خدناها قبل كده هنتذكر أذكركم بيها. البيات الشتوي، الخمول الصيفي، هجرة الطيور المماتنة. تعالوا ناخد أول حاجة البيات الشتوي. البيات الشتوي إن أنا عندي في الشتاء بيبقى في فصل الشتاء بيبقى في انخفاض شديد في درجة الحرارة. ففي بعض من الكائنات الحية بتعمل الايه؟ بتهرب من الانخفاض الشديد دوت وتقوم عاملة ايه؟ حالة سكون. الحالة السكون وبتتوقف إنها تعمل الأنشطة بتاعتها. فحالة السكون دي بنقول عليها ايه؟ البيات الشتوي. يبقى ما يجي عرف البيات الشتوي أقول ايه؟ هو لجوء بعض الحيوانات إلى السكون والتوقف عن معظم أنشطتها الحيوية لتفادي الانخفاض الشديد في درجة الحرارة في فصل مين؟ في فصل الشتاء. طب أنا عندي أمثلة للحيوانات اللي بتقوم بالبيات الشتاء. عندي أول حاجة بعض الزواحف زي السلحفاء وبعض الحشرات والضب الايه؟ والضب الكن. طب المظاهر الايه؟ التكيف بتاعتها ايه؟ مظاهر التكيف هي بتختبئ بعض الحيوانات زي السلاحف كده في جحور في الجحر يعني عشان تستخبى زي احنا بالضبط ما بنيجي ايه؟ أما بيبقى فيه جو أو احنا خارج المنزل أو في البيت بنبقى سقعانين فبنقعد نعمل ايه؟ الجحر ممكن احنا نعمل الاستخابة تحت البطنية. ليه؟ عشان السقع. طب برضو نفس الكلام هنا أن الحيوانات أو بعض الحيوانات دي زي السلحفة بتستخبى في جحور أثناء فصل ايه؟ الشتاء. أما قول لي علي. طب هو سبب تكيفها ده ليه؟ قلنا للتغلب على الانخفاض الشديد في درجة ايه؟ الحرار لأن هي فصل ايه؟ الشتاء والفصل الشتاء بيبقى ايه؟ في انخفاض في درجة مين؟ الحرار فهي عشان تتغلب على ايه؟ او تهرب من الانخفاض ده فبتقوم ايه؟ تختبئ في ايه؟ جحور. نوع التكيف تكيف سلوكي لأن ده حاجة هي بتعملها هيبقى ده تكيف ايه؟ سلوكي. طب مثال آخر هي الضفادع من اللبن. البر مائيات. عندنا في حيوان اسمه بر او الضفادع ليه؟ ان انا قلت عليها من البر مائيات. قال ليه لاني ده حيوانات بتتميز بخصائص بتميزة عن الكائنات الاخر. من امثلة من يعني ليه سموها بالبر مائيات؟ لان هي في بداية الحياة بتاعتها بتبقى عايشة في المية وبعد كده اما بتكبر وتاخد دورة الحياة بتاعتها بتنتقل الى اليابس فعشان كده سموها بالبر مائيات. مظهر التكيف ان انا عندي الضفدع بتعمل بيات شتوي. بيات شتوي يعني ايه؟ يعني هي بتتغلب على الانخفاض الشديد في فصل مين؟ الشتة. فبتعمل ايه؟ بتدفن نفسها. بتدفن نفسها فين؟ في الطين. وبتتوقف عن التغذية وبالتالي النشاط بتاعها بيقل في فصل ايه؟ الشتة. اما يقول لي علل او ايه هو سبب التكيف. سبب التكيف مين؟ ان الضفدع بتدفن نفسها فين في الطين. ليه قال لنا؟ للتغلب على الانخفاض الشديد في درجة مين؟ الحرارة. طب نوع التكيف هي دي حاجة بتعملها يبقى دا تكيف ايه؟ سلوك. خوزة. فصل الشتة. وهم عاملين بيات شتوي. طب ايه اللي بيحصل بقى عشان او امتى بيرجعوا تاني في نشاطهم الطبيعي لما بيجي فصل الربيع. عشان كده بقول ملحوظة ان عندما يأتي الربيع وتتحسن الظروف البيئية بتعود بترجع الكائنات اللي بتقوم بالبيات الشتوي الى نشاطها الطبيعي من جديد. بيقول لي ما الذي تتوقعه اذا؟ لم يتمكن الدب القطبي من البيات الشتوي. لن يتحمل الانخفاض الشديد في درجة الحرارة مما يعرضه للموت. طب تاني طريقة من طرق التكيف حسب بيئة المعيشة وهي الخمول الصيفي. الخمول الصيفي زي بالضبط البيات الشتوي ولكن البيات الشتوي انخفاض شديد في درجة الحرارة في فصل مين؟ الشتة. طب ما ده صيفي. يبقى ايه؟ الارتفاع الشديد في درجة الحرارة في فصل مين؟ الصيف. لذلك هنا هيتم تعريف الخمول الصيفي هو لجوء بعض الحيوانات الى السكون والتوقف عن معظم انشطتها الحيوية لتفادي الارتفاع الشديد في درجة الحرارة ونقص المياه في فصل ايه؟ الصيف. عشان كده قلت اسمه الخمول الصيفي. امثلة لحيوانات بتقوم بالخمول الصيفي. زي مين؟ عندنا بعض الحشرات والقوقع الصحراوي واليربوع وناخد بالنا انه هو اليربوع ده حيوان قارد او من القوارد. طب المظهر التكييف بتاعها ان بتلجأ بعض الحيوانات دي الى السكون والاختباء في جحور راتبة. يعني ايه راتبة؟ يعني فيها نسبة من المياه اثناء فصل مين؟ فصل الصيف. ليه؟ ايه سبب الايه؟ التكييف. للتغلب على الارتفاع الشديد في درجة مين؟ الحرارة. زي كمان ايه؟ انها بتتغلب على نقص كمية المياه والامطار خاصة في المناطق مين الصحراوي عشان كده بقول ايه؟ بتختبئ في جحور راتبة. يعني فيها نسبة من الايه؟ من المياه علشان هنا ان فيه في المناطق الصحراوية نقص في كمية المياه فهنا بتتغلب عليها بالايه؟ بالجحور الراتبة. وهنا نوع التكييف تكييف سلوك. حاجة هجرة الطيور. معنى كلمة هجرة اصلا هي انتقال الشيء من مكان لمكان. فهنا بقى هجرة الطيور بتعملها ليه؟ هجرة الطيور دي غريزة طبيعية بتبقى موجودة في بعض الطيور. لاني كل سنة او كل عام بتهاجر في نفس الوقت وفي نفس المكان اللي هي بتهاجر منه كل سنة. وما تقدرش تغلط في المعاد او الوقت او المكان الوصول اللي هي بتروح له. حتى لو كانت الطيور دي بتهاجر لأول مرة في حياتها. طب هنا دلوقتي بنلاقي هجرة الطيور دي. هي عبارة عن ايه؟ او تعرفها بيقول ايه؟ انتقال الطيور من المناطق الباردة الى اماكن اكثر دفئا واضاءة بهدف عملية التقل. طب الامثلة للطيور اللي بتقوم بالهجرة زي طائر السمان. وهنا مظاهر التكيف بتاع طائر السمان انه هو بيهاجر بعض الطيور من المناطق القطبية الباردة خلال فصل الشتاء. طب ليه سبب التكيف دوه؟ عما يقول لي علل يعني او سبب التكيف هو بيدور بالعمية بيدور على مكان يكون دافي عشان دي مناطق قطبية باردة. يعني في درجة حرارة منخفضة. وعايزها كمان تكون مضاءة كويس علشان ينتج افراد او يتم عملية من التقاصر. فعشان كده بقول ايه؟ للبحث عن اماكن اكثر دفئا واضاءة لاتمام عملية التقاصر. ونوع التكيف هنا تكيف سلوكي لان هي بتعمق وإحنا خدنا ان هو هجرة الطيور ونشاطها ليلا او نهارا فيه هو نوع او انواع التكيف مين اسم؟ ملحوظة لما بيأتي فصل الربيع وبتتحسن الظروف المناخية بتعود الطيور المهاجرة الى مواطنها الاصلية. رابع طريقة هي المماتنة. المماتنة اللي هي من خلال التكيف بغرض التخفي. المماتنة هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن قدرة بعض الكائنات الحية على محاكاة الظروف البيئية السائدة بغرض ايه؟ التخفي من الاعداء او الاقتناص الفرائز في الانواع المفترسة. عندي امثلة للتكيف بعض الكائنات الحية بالمماتنة. اول مثال الحشرة الورقية. الحشرة الورقية دي ان انا عندي بيبقى لونها وشكل الاجنحة بتاعتها بيبقوا شبه بالضبط الاوراق النباتات اللي بتقف عليها. طب ليه؟ عشان تستخبى. تستخبى من مين؟ من الاعداء بتاعتها. طب لو هي مش واقفة على الورقة دي او واقفة على حاجة تانية هتبقى واضحة. وبالتالي انه سهل الفرائز بتاعتها انهم ايه يقتنسوا. فهنا لذلك سبب التكيف هنا ايه؟ حتى يصعر اكتشافها بواسطة اعداء فلا تصبح هدفا ظاهرا له. وده التكيف بقى ناخد بنا من الحشرة الورقية ان لونها وشكل الايه جناحية بيشبان ايه؟ اوراق النباتات اللي بتقف عليها. عندي تاني مثال اللي هي الكائنات اللي بتتكيف بالمماتنة وهي حشرة العود. وحشرة العود هنا بتشبه الاخصان النباتات الجفة اللي بتقف عليها. يعني ايه جفع عن ليه النشفة خلاص اللي هو الصاق بتاعه او الغصن بتاعه خلاص بتاع مين؟ النبات. عشان كده بقول ايه؟ اخصان النباتات الجفة. طب سبب التكيف ايه؟ حتى يصعر باكتشافها بواسطة اعداءها فلا تصبح هدفا ظاهرا له. وهنا نوع التكيف تكيف تركي. دي مثال اخر وهو الحرباء. الحرباء هنا اننا عندي انها بتتلون بالوان البيئة السائدة. بمعنى يعني ايه بتتلون؟ اننا لو جبت او كان فيه دفعة موجودة في الارض الزراعية هيبقى لون الجلد بتاعها لون الارض الزراعية اللي هي واقفة علي. طب لو انتقلت الى مثلا عند الرمل هيبقى لون الجلد بتاعها بشكل لون الرمل او زي لون ايه الرمل. طب لو وفت على حقق مثلا لونه احمر هيتلون جلدها بلون الجلد اللي الحيطة هيبقى هيبقى لونه ايه اهم؟ طب علل تتلون الحرباء بالوان البيئة السائدة او ايه سبب التكيف للتخفي عن فرائصها من الحشرات التي تقتنسها وتتغزى علي. لان هي بتستخبى من الفرائص ايه بتاعتها اللي هم عايزين يتغزوا عليها. نوع التكيف تكيف وظيف. لان ده وظيفة الجلد انه هو بيتغير حسب الوان البيئة السائدة. سؤال ما الذي تتوقعه اذا وقفت حشرة العود او الحشرة الورقية على حائط ابيض تصبح هدفا ظاهرا لأعداءها. ما الذي تتوقع اذا انتقلت الحرباء من ارض رملية الى ارض زراعية والعكس يتغيّل لونها من اللون الاصفر الى اللون الاخضر او العكس صحيح. يعني لو وافت من ارض الزراعية يبقى اللون الاخضر وراحت للرمل يبقى لون ايه اصفر. وبكده نكون انتهينا من الجزء وتعالوا نشوف الاسئلة ونمطها وازاي نحل الاجابات النموذجين. اول سؤال بيقول لي اكمل العبارات الآتية بما يناسقها. واحد من النباتات اكلت الحشرات نقط ونقط ونقط. اللي هو قلنا الدايونيا حامول الماء والدرو سيرة. تقوم النباتات المفترسة بعملية البناء الضوئي للحصول على المواد دي هي بتعمل بناء الضوئي. يعني هنا عملية البناء الضوئي انها الجزور بتاعتها بتتمتص من عشان تحصل على مين؟ المواد النيتروجينية. بينما تقوم بافتراس الحشرات للحصول على المواد البروتينية. تختبئ بعض نقط ونقط في الجزور لتفادي الانخفاض الشديد في درجة الحرارة في فصل الشتاء. بعد من الزواحف وبعض الحشرات. من أمثلة الحشرات التي تتكيف بالمماتنة لحشرة الورقية وحشرة العود. في فصل الشتاء تهاجر الطيور إلى أماكن أكثر نقط ونقط لإتمام عملية نقط أكثر دفئة وإضاءة لإتمام عملية التقصر. تقوم الدفضاء بدفن نفسها في الطين والتوقف عن التغذية لتفادي الانخفاض الشديد في درجة الحرارة. من صور تكيف الكائنات الحية مع التغيرات في درجة حرارة الجو. يعني هنا الكائنات الحية مع درجة حرارة الجو يعني في فصل الصيف وشتاء بتعمل إيه؟ البيات الشتوي والخمول الصيف. من أمثلة الكائنات الحية التي تكون بالبيات الشتوي هي عبارة عن إيه؟ الضفاضع. بينما من أمثلة الكائنات الحية التي تكون بالخمول الصيفي اليربوع. فيه طبعا أمثلة ممكن أكتب مثلا بعض السلحفة أو بعض الحشرات طبعا صح وهنا بيكتفي بنقطة واحدة فعشان كده أنا قلت الضفادع أي مثال آخر فهو صحي ما الذي تتوقعه في الحالات الأتية إذا وقفت حشرة على أوراق نبات الدايونيا يبقى إيه لها يخصل يقوم النبات باقتناصها وهذا ما إش معنى علشان نبات الدايونيا من النباتات المفترسة لم تتمكن النباتات المفترسة من اقتناص الحشرات لفترة طويلة لن تستطيع الحصول على المواد البرتينية التي تحتاجها لم يحدث خمول صيفي لليربوع لن يتحمل الارتفاع الشديد في درجة الحرارة مما يعرضه للموت لم يقوم طائر السمان بالهجرة في الشتاء لن يتحم أو لن يستطيع طائر السمان لن يستطيع القيام بعملية التكاثر وربما يتعرض للهلاك والإنكرام اختلف لون الحشر الورقية عن لون الأوراق الواقفة عليها تصبح هدفا واضحا أو ظاهرا لأعدائها لم يتمكن الدب الكطبي من البيات الشتوي يبقى لن يتحمل الانخفاض الشديد في درجة الحرارة مما يعرضه للموت علل لما يأتي واحد النباتات المفترسة ذاتية التغذية لأنها تقوم بتصنيع غذائها للمواد الكربوهيدراتية بنفسها عن طريق القيام بعملية البناء الضوء تحور أجزاء من أوراق النباتات المفترسة مثل الديونيا لاقتناس الحشرات وهضمها لامتصاص المواد البروتينية التي تحتاجها بعض أنواع الطيور تهاجر من مواطنها الأصلية خلال فصل الشتاء للبحث عن أماكن أكثر دفئة وإضاءة لإتمام عملية التقوص علل لما يأتي طائر السمان مثال جيد على التكيف السلوكي مع التغيرات البيئية لحدوث تحور في سلوكه خلال فصل الشتاء حيث يهاجر من موطنه الأصل تدفن الدفضعة نفسها في الطين وتتوقف عن التغذية في فصل الشتاء للتغلب على الانخفاض الشديد في درجة الحرارة تتلون الحرباء بألوان البيئة السائدة للتخفي عن فرائصها من الحشرات التي تقتنسها وتتغذى عليه ضع علامة صحة أو غلط أمام العبارات الآتية واحد الخمول الصيفي والبيئات الشتوي من أمثلة التكيف الوظيف الإجابة هنا غلط ليه؟ لأن دي حاجة بتعملها الكائنات الحية يبدأ تكيف سلوكي الدروسيرة وحمول الماء والديونيا جميعها نباتات مفترسة غير زاتية التغذية الإجابة هنا غلط ليه؟ لأن احنا اتفقنا وقلنا أنها نباتات زاتية التغذية يعني بتصنع غذها بنفسها لكن هي بتقتنس الحشرات عشان هي عايزة مين؟ عايزة المواد النيتروجينية عشان تكون المواد أو الحصول على المواد البروتينية تهدف المماتنة إلى التخفي من الأعداء أو الاجتناص للفرائص الإجابة صحيح بحلول فصل الخريط تعود الضفادع وبعض الحشرات إلى نشطها الطبيعي الإجابة هنا تبقى غلط ليه؟ بحلول فصل الربيع وليس الخريط ننتقل إلى سؤال اختر الإجابة الصحيحة مما بين الكوسين النباتات نقطة لا تستطيع جزرها امتصاص المواد النيتروجينية من التربة البكولية معرات البزور آكلة الحشرات الصحراوية وإحنا قلنا آكلة الحشرات نقطة من الكائنات القارضة التي تلجأ إلى الخمول الصيفي الفقر السنجاب اليربوع الضفضع حيوان القارضة وخمو الصيفي يبقى اليربوع حشرة العود تشبه نقطة النباتات الجفة التي تقف عليها أوراق جزور ظهور أخصان وقلنا إنها بتشبه أخصان النباتات الجفة أربع في اختر نقطة من الكائنات التي تحاكي الظروف البيئية السائدة الديونيا ولا الحرباء ولا الدروسيرة ولا القواقع هي الحرباية لأنها بتتلون بألوان البيئة السائدة لجوء اليربوع إلى الاختباء في الجثور الراتبة صيفة من أمثلة التكايف التركيبي الوظيفي السلوكي التشريح لجوء يعني هو بحاجة بيعمل يبقى السلوكي تحورت بعض أجزاء الأوراق في النباتات المفترسة بغرض الحصول على المواد نوعه الكربوهيدراتية البروتينية الكابريتية الدهنية يبقى هي البروتينية اختر من العمود ب ما يناسب العمود ألف وهنا عشان نركز لازم نقرأ العمود ألف والعمود ب العمود ألف في ايه؟ الضفضعة اتنين الكوكع الصحراوي ثلاثة السمان أربع الحرباء العمود ب يهاجر من المنطقة الباردة إلى أماكن أكثر دفئة يلجأ إلى الخمول الصيفي تتلون بألوان البيئة السائدة تلجأ إلى البيئات الشتوي هنا وانا بكرأ بدأت ان انا اقول الاجابة ان الضفضع بيعمل ايه؟ بيلجأ او بتلجأ إلى البيئات الشتوي للتغلب على الانخفاض الشديد في درجة الحرارة عشان كده يبتدفن ايه؟ نفسها في الطين وتتوقف عن التغذية الكوكع الصحراوي الكوكع الصحراوي ده يعني في الصحرا يعني في ارتفاع ايه؟ شديد في درجة مين؟ الحرارة يبقى بيلجأ إلى الخمول الصيفي السمان يهاجر من المناطق الباردة إلى اماكن اكثر دفعا ليه؟ في اتمام عملية مين؟ التقاصل الحرباء تتلون بألوان البيئة السائدة ننتقل إلى سؤال آخر وهو اكتب المصطلح العلمي الدال على كل العبارة من العبارات الآتية واحد نباتات تقتنس الحشرات للحصول على المواد البروتينية التي تحتاجها هكتب ايه؟ يبقى نباتات المفترسة او ما بين كوسين آكلة الحشرات اتنين غريزة طبيعية متوارسة في بعض الطيور تحدث نتيجة للانخفاض الشديد في درجة الحرارة يبقى دي من هجرة الطيور ثلاثة قدرة بعض الكائنات الحية على محاكاة الظروف البيئية السائدة بغرض التخفي من الاعداء او الاقتناص الفرائز في الانواع المفترسة يبقى ديه تعريف المماتنة ننتقل الى سؤال اخر هو اذكر مثالا واحدا لكل مما يأتي هو عايز مثال واحد يعني فيه ممكن عبارة تكون لها ايه مثالين او ثلاثة لكن انا اكتب مثال واحد حيوان يلجأ الى البيئات الشتوي بدفن نفسه في الطين مين اللي بيلجأ الى البيئات الشتوي وبيدفن نفسه في الطين هي الضفضع طائر مهاجر مين اللي هو من امثلة اللي احنا خدناه السمين التكيف بغرض التخفي يبقى يأما الحشرة الورقية يأما حشرة العود يأما الحربية يبقى انا كتبت هنا الحربية طبعا كتبت الحشرة الورقية صح كتبت حشرة العود صح اربعة حشرة تشبه اوراق النباتات التي تقف علي ناخد بدنا ان احنا عندنا حشرتين واحدة بتشبه الاوراق والتانية بتشبه الاخصان يبقى الاوراق يبقى مين الحشرة الورقية كوقع يلجأ الى الخمول الصيف ما فيش اللي هو الكوقع مين الكوقع الصحراء اسكر اهمية واحدة لكل من الاجزاء المتحورة في اوراق نبات حامول الماء هو متحور ليه الجزء دوت عشان هو مفترس يبقى ايه نقول اهميته اقتناس الحشرات وهضمها لامتصاص المواد البروتينية التي يحتاجها اتنين المماتنة في استمرار حياة بعض الكائنات الحية هي المماتنة هي احنا قلنا قدرة بعض الكائنات الحية على محاكا ليه بغرض ايه التخفي من الاعداء او الاقتناص الفرائص في الانواع المفتلسة ننتقل الى سؤال اخر وهو استخرج الكلمة او العبارة غير المناسبة ثم اكتب ما يربب بين باقي الكلمات او العبارات واحد الديونيا حامول الماء الالوديا الدروسيرة اولا انا ما ذكرتش امثلة او نبات الالوديا يبقى هي الكلمة الشزة الالوديا طب الباقي انها نباتات مفترسة اكلت الحشرة اتنين الهجرة البيات الشتوي الخمول الصيفي الانكراد احنا هنشيل كلمة الانكراد لان دي الكلمة الغير مناسبة ليه بقى لان انا عندي الهجرة والبيات الشتوي والخمول ده طرق تكيف الكائنات الحية لملاءمة بيئة المعيش القوقع الصحراوي الماموس اليربوع الزواحف يبقى انا اشيل ايه الماموس لان انا عندي دي بيلجوا الى مين الى البيات القوقع واليربوع وبعض الزواحف طبعا الى الخمول مين اللي هو الصيفي عشان كده بقول ايه حيوانات تكيفت مع التغيرات الايه التغيرات البيئية لان انا عارفة ان دول بيعملوا ايه بيعملوا خمول صيفي وبكده نكون انتهينا وكدت معاكم مسأس ماء بكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة